ونأخذ معنا على التليفون دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة وأمين جي اي اف العالمي وهو الاتحاد العام لخبراء البيئة العرب أهلا بحضرتك فاندي أهلا وسهلا إزاي حضرك دكتور مجدي أهلا وسهلا كنا بنتكلم على أهمية هذا المؤتمر كوب 27 سواء إذا كان في المنظور المتغيرات المناخية وهنا يبقى احنا بناخد رأي دكتور مجدي علام الأمين العام لهذا الاتحاد العالمي ومن ناحية تاني أهمية هذا المؤتمر على سواء إذا كان صناعة السياحة أو على القاطرة الاقتصادية في مصر بشكل عام طبعا خلينا أقول أنه الكوب سبق هو المؤتمر رقب 27 للجمعية العامة لاتفاقية حيات المناخ هذا المؤتمر يوقع دوريا كل سنة في بلد من بلدان العالم وهو لم ينعقد في أفريقيا غير في جنوب أفريقيا وفي المملكة المصرية وفي كتب ومصر هي رابع دولة من حوالي 20 سنة لم ينقد في أفريقيا مؤتمر الكوب وبالتالي نحن نتكلم على حدث له عدة أبعاد البعض الأول أن المؤتمر ينعقد في وقت البشرية على حفا أو على يعني جرفة على شفا حفرة من نار من نار يعني يعني هي السنتين اللي فاتوا أو عايزة أولا المئة السنة اللي فاتت المئة السنة اللي فاتت المئة السنة اللي احنا فيها دي ده أتبر من ناحية المناخ أصعب أصعب مئة سنة في تاريخ الارض الثلاث سنين الأخرانية اللي فات منها السنتين وفاضل فيها سنة هي من أصعب السنوات اللي حدث فيه ما يطلق عليه الكوارث المناخية التامحة تامحة يعني إيه يعني تيجي مرة واحدة لأقصير روح مولعة كل الحضائق بتاعة كاليفورنيا وجناين اسبانيا وكله فرنسا وتلاقي الحرائق مشت كأنه فيه حد يولع فيها إنه أنهار زي الراين وزي الزنوب تجيسك المرات العكسة ما تعرفش كمش فيها إنه نجبة التصحة وتصل إلى 25 ألف فعدان بتختارها الكرة الأرضية إن 40% من غابات العالم خسرناها وبالتالي خسرنا 40% من مصانع الكسوجين بتاعنا صحيح صحة البشرية قدام لحظة صريحة إما إن الدول الصناعية تستمر استخدام المكتب كفايصل أو كمؤشر واحد دون النظر إلى الكارثة التي تتحبس بالكرة الأرضية أو إنها تعود إلى رسلها وتوقع على استفاقية خفض ما ذات لإحتباس الحراري السكة المسللين لظاهرة حبس الحرارة فوق فطف الكرة الأرضية وتتخامت الغلاف الجاية فها كثير الكربون والكبير وها كثير النادروجين وها الحق أيضا كثير الهيدروفلورو كربون والبيروفلورو وغادي المسين غادي المسين كمان مشكلته إنه هو سواء من المخار أو من المخلفات بيزود نسبة الاتراض إنه الغلاف الجوي أصبح غير قادر على إنه يتخلص من ارتفاع درجات الحرارة فبيزيد الغلاف الجوي يرجع الحرارة ثانية من سطح الكرة الأرضية يزيد من مأسات ارتفاع درجة الحرارة لو عشرين خمسين القادمة دي عدت البشرية فيها واحد ونص إلى ثلون درجة مئوية من سطح الكرة الأرضية لن يستطيع أحد فعل شيء وبالتالي قب سبع وعشرين وقدر مصر دائما أنها يجي لها الفيصل في الموضوع الآن وإلا فلا المؤشرات وفي أول مرة بقولها الراجل يعني شغال في هذا المجال أكثر من ثلاثين سنة المؤشرات اللي بتقول هل هتوقع تول الصناعية في مصر على الجملة اللي فشلت ثلاث مرات بسببها للتفايات وأخيرها في جلاسكو في بيطانيا هو التخلص من الوقود الأحفوري أو الخفض التدريجي من الوقود الأحفوري إحنا عايزين التخلص من الوقود الأحفوري أي أن كان المدة اللي هم عايزينها وأتصور وأعتقد على يقين أن الجولات المكوكية التي قاب بإحراء الرئيس السيسلي لعدة دول العالم والتجمعات الاسمينية الكبرى التي حضرها بنفسه سيكون لها دور في موافقة في الجول الاصطناعية العشرين ولأول مرة منذ الكم في تنين وتسائين حتى الآن في كوم سبعة وعشرين سيوقع في مصر على الجملة اللي بقول لحضرتك عنها دي وهي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وليس الخفض التدريجي من الوقود الأحفوري فريد ليه خد إننا التخلص يعني مش هارجع له تاني لكن الخفض يعني إيه طبعا أنا أخفض لك كل شوية عشرة كيلو ولا عشرة لكن الزين تخلص التدريجي يحدد المدة الزمنية وأنا اقتصد تخفرها عليه إحنا بنقول إن المدة الزمنية اللي نقدم نلحق فيها الكرة الأرضية ما نعديش عشرين خمسين يعني عندنا من الكوب سبعة عشرين ده لغاية عشرين خمسين نكون عملنا الجدول بتاع الخفض التدريجي لغاية الاحتباس الحراري السبتة المسببة للاحتباس الحراري واللي عمل لنا أزمة في هذا الموضوع طبعا في عاملين في الموضوع العامل الأولاني إنك عشان تبطل للنظام التقليدي القديم لازم تجيب تكنولوجيا جديدة يعني هتجيب الطاقة الشمسية بدل الصحر يعني هتجيب طاقة الرياح بدل البترون يعني هتجيب الطاقة المائية زي السد العالي ده كده هيستلزم إن الدول الكبيرة تدعم الدول الأصغر ده اللي هو تمو بقى التمويل اللي هم قالوا هنخصص 2 تريليون دولار علشان نعمل هذا الموضوع ترجعوا وصله 40% فقط ماشي طب انت بقى المرادي لما تيجي جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ هيبقى فيه ثلاث التزامات الانتزام الأول والأخطر هو الانتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفور الانتزام الثاني له خلي بالحضرتك على الثاني ده التكنولوجيا النظيفة التي يحتكرها العالم الغاربي تكنولوجيا النظيفة يعني المحطة بتاعة مكنة الري اللي فلاحها مدينة بيشغالها دلوقتي بيشغالها دلوقتي في أسوان بالطاقة الشمسية تبقى هي بدل ما جيبها 150 ألف و 200 ألف جنيه ما تغليهاش عليها وخليها بسعرها وزود 5% يعني تبقى توصل عندي 110 ألف 150 ألف أقدر أشتغل عليه الجزء الثالث وهو الناس ما تتخدش بالها منه وهو التدريب على التكنولوجيا النظيفة نظيفة أنا كفلاح مصري أو حتى أصديقي ومعرفش ليس مستخدمة فمحتاج مراكز تدريب في كل أنحاء البلد بتاعتي وفي كل بلد أفريقيا تعلمني يعني إيه أدير طاقة بيوجاد ودير طاقة الرياح زي ما عندنا في الزعفرانة أو زي زي الطاقة الشمسية بنبان فارسوان ده ليها تدريب وليها مرار عشان كده أتمنى أن المدارس في مصر المدارس الصناعية من دلوقتي تعمل مدارس بتشتغل الولاد الفنين فيها في الطاقة الشمسية وفي البيوجاز وفي طاقة الرياح وفي طاقة حتى جرادات الحرارة في المياه البحرية وحتى الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق الجزء الكمز الكبير اللي ربنا بعته لنا في خلال السنتين إلى خلاناتين دولد سيضيف لمصر غير غير البيوجاز يعني إحنا بقى عندنا الغاز وعندنا البترول الحمد لله ده خلينا كمان الهيدروجين الأزرق والأخضر سيبقوا بالنسبة لنا مكسب وفي نفس الوقت طاقة نظيفة فإذا مصر لديها من الإمكانيات التي تدعالها تعبر من ما يطلق عليها الدول الإمامية إلى الدول المتقدمة وعلى فكرة نحن على أجواب هذا التقدم والمسألة فقط في التمويل الدولي أن يعرف صريحا صحيحا وبعدالة وإن الصندوق الأخضر ليه المنح الخاصة بالبيئة يزاد نصيده ويزاد توزيعه العادل على كفة ما هي ممكن ده كان أشار له بالفعل الرئيس يا دكتور مجدي خيان أول أشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة وهذا الشرح وإثارة النقط دي جدا يعني ده حاجة مهمة جدا دكتور مجدي علم مستشار مرفق البيئة والأمين العام للاتحاد العالمي الخبراء البيئة العرب